اشتركوا في القناة والكرام ده طب هما مش بيهجموا ليه؟ هو فيه ايه؟ اهلا بيكم انا عمر عبدين بس قبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول وبالمناسبة عملنا قناة جديدة اسمها حكاوي بننشر عليها فيديوهات طويلة بنحكي فيها قصص واقعية وغنضة ومصيرة اشتركوا فيها وهتعجبكم ان شاء الله على ضفاف نهر الامازون في امريكا الجنوبية مجموعة من التمسيح عادين بيتشمسوا قدام المية شوية وطلع من وراهم قضاعة عملاقة ورايحت هي كمان جنبهم قدام المية حركة محدش يجرؤ يعملها الا لو كان مستغني عن عمره وبالرغم من ان القضاعة العملاقة مش اكبر الحيوانات ولا اشرصها وبالرغم من ان التمسيح بتاكل جواميس وقروش وطيور وزواحف وكله الا انهم مش بيهوبوا ناحيتها والسبب بكل بساطة انهم عارفين اللي هيحصل لهم لو جوا من ناحيتها والعواقب اللي هيتحملوها القضاعة دي مش لوحدها دي قضاعة مسنودة وليها ظهر فهي جزء من عائلة تقدر تقول عنهم عصابة او حتى مافيا ويا ما تم رصد حوادث لعصابات القضاعة وهم بيهجموا تمسيح وبيعذبوهم وفي المية كمان لكن في البداية خلينا نعرف مين هي القضاعة العملاقة وازاي ما عندهش مشكلة انها تهاجم واحد من اشرص الحيوانات على وجه الارض بل وكمان تدب الرعب في قلبه لدرجة انه يخافي هاجمها من الاساس القضاعة العملاقة او الجاينت اوتر معروف باكتر من اسم حسب البلد اللي بتتكلم عنه فتلاقيه معروف في البرازيل باسم جاجور الماء وفي اسبانيا معروف باسم كلب الماء او سعلة بالنهر وهو حيوان من السدييات المنتمية لفصيلة العرسيات ويعتبر اطول الانواع بين كل العرسيات على الاطلاق وعائلة القضاعة بتضم 3 اعباء تانيين موجودين على نفس القرة في امريكا الجنوبية قضاعة الاقليم المداري الجديد وقضاعة النهر الجنوبي والقضاعة البحرية لكن القضاعة العملاقة هي اكبرهم واخطرهم على الاطلاق واخد بالاكين احنا مش بنتكلم عن القضاعة اللطيفة اللي بيتنام على ظهرها في المية ويمسكوا قدم بعديهم ويتصوروا في الفيديوهات على الانترنت احنا بنتكلم عن حيوان معظم صور وفيديوهات وعبارة عن فيلم رعب تعذيب وسفك دماء وتقطيع لرؤوس الحيوانات اللي بيفترسها وفي الوقت اللي بتتروح فيه اطول انواع القضاعات التانية ما بين 63 سنتيمتر و120 سنتيمتر القضاعة العملاقة طولها ممكن يوصل لمتر و70 سنتيمتر يعني طول بني ادم وهو واقف وده بخلاف وزنها اللي بيوصل ل34 كيلو جرام وبغض النظر عن حجمها بقى فالقضاعة العملاقة عندها ديل عضلي وحس تسمع قوية ونظر حاد وحس تشم محترمة بخلاف قوة تحمل رهيبة ومع ذلك كل ده ما بيعبرش عن الميزة الاهم والاقوى عندها والسبب الرئيسي في خوف الحيوانات المفترسة منها النوعية دي من الحيوانات اجتماعية جدا وبتعداد على الحياة في عائلات كبيرة ممكن يوصل عدد اعضاءها لعشرين فرد يسفروا سوا ويناموا سوا ويكلوا مع بعض كلهم بلا استثناء بيمتازوا بعدوانية شديدة وخصوصا في الدفاع عن مناطقهم وبتتكون العيلة من اب وام واطفال بيعيشوا مع بعض في اوكار او حفر بيعملوها بالقرب من ضفاف الانهار الاوكار دي بتكون ضخمة وبيعملولها اكتر من مدخل وبيبقى فيها اكتر من غرفة واحدة من الغرف داخل الوكر بتكون مخصصة للولادة وهي العملية اللي بتحصل غالبا ما بين شهر اغسطس وشهر سبتمبر الام بترت في الولادة الوحدة من صغير واحد لست صغار وبتفضل محافظة عليهم داخل الوكر لمدة شهر تقريبا ومع شهر اكتوبر او نوفمبر بتبدأ الصغار تخرج من الوكر ده وسبحان الله الوقت ده منسوب المياه بيكون منخفض والاسماك بتكتر في المنطقة والعملية دي بتسهل على الاب والام عملية الصيد علشان يأكلوا عيالهم وفي نفس الوقت بتسهل على العيال انهم يتعلموا ازاي يصطادوا بنفسهم ومن المسائل العجيبة في المرحلة دي ان مش بس الاب والام هم اللي بيصطادوا الاكل الكافي للعيال لأ عيالهم الاكبر سنا كمان بيشتركوا في الصيد علشان يوفروا اكل لاخوتهم الصغيرين وده بيدل بوضوح على مدى التعاون اللي بيجمع بين اعضاء الاسرة الوحدة بين فعال بالنهر لكن مع ذلك بالرغم من التعاون ده الا انك ممكن عادي تشوفهم بيصطادوا لوحدهم او في ازواج بس خطرتهم الحقيقية بتظهر لما بيكونوا في مجموعات كل فرد فيهم بيمتاز بالسرعة والرشاقة الكافية وبيعتادوا الهجوم على الفرائس الضخمة كمجموعة ومن زوايا مختلفة وكأنهم بينسقوا جهودهم دي مع بعض فتلاقي واحد منهم شد انتباه التمسح من ناحية والتاني يتسرسب من وراء من ناحية تانية خالص نهيك عن انهم ساعات بيتجمعوا كده ويدخلوا الخناء بغشمية كأنهم راحين يتخانقوا في الشارع ومع ذلك بيكونوا كافيين للتخليص على اي حد وفكرة تنسيق الجهود اللي تكلمنا عنها مش بس معتمدة على الفطرة وامكانيات كل فرد فيهم الباحثين اكتشفوا ان فيه شكل من اشكال التواصل بين سعالب النهر وبعضها وانهم بيستخدموا مجموعة متنوعة من الاصوات علشان يتواصلوا ومش بس كده فيه نظام جوه العائلة وشكل من اشكال التسلسل القيادي والانصياع للأوامر معظم العائلات بيكون لها قائد اعلى او الفة هو المسيطر على المجموعة وغالبا الام هي اللي بتقوم بالدور ده هي اللي بتاخد قرارات الخروج للصيد وامتى العائلة تهاجم وامتى الدافع والاب بييجي في المرتبة التانية واهم ادواره بتكون الدوريات اللي بيقوم بيها بنفسه او مع ابناءه الكبار حوالين منطقتهم او الصيد بمفرده في الشهر اللي بتراعي فيه الام الموليد الجدد والقضاء العملاقة بتنمو بسرعة جدا بعد 8 او 9 شهر من الولادة بتلاقي حجم العيال مايفرقش حاجة تقريبا عن اهلهم وبيقدروا يميزوا بعضهم عن طريق علامة بيضة بتظهر على الحلق تحت الزقن واحيانا كمان بتظهر في الجزء العلوي من الصدر ولما بيقابلوا بعض ممكن تلاقيهم بيرفعوا راسهم كده الفوق شوية علشان يعرضوا العلامات بتاعتهم من باب التعريف بنفسهم اما بعد انحميتهم الغذائية فاحنا بنتكلم عن اي حاجة ممكن تتخيلها طالما متاحة قدامهم الاسماك وتعتبر واجبتهم الاساسية وعندك التعبين ودي مقبلات او سناكس كده يعني قرود شغال انا كند هاتلي اتنين لو سمحت واضيف على كده كمان ان القضاعة العملاقة بتاكل واجبتها وهي حية يعني مش بيقتلوها الاول وبعدين ياكلوها وغالبا بيستهدفوا رأس الحيوان الاول ويوميا بيأكل الفرد الواحد من سعلب النهر من 3 ل 4 كيلو جرام من اللحوم يعني لو عائلة مكونة من 10 افراد بتحتك في اليوم الواحد 40 كيلو جرام لحمة ويمكن ده من الاسباب الرئيسية في اتحادهم لعمليات الصيد المجموعة من ضربة واحدة ممكن توفر اكل لكل اعضاءهم وزيادة لكن في الحقيقة هجومهم على الحيوانات الضخمة غالبا ما بيكونش بهدف الاكل بيكون بهدف الدفاع عن منطقتهم والسر في تفوقهم على النوعية دي من الحيوانات المفتلسة واللي تتقدم الصفوف الامامية لا اقوى واخطر وحوش الامازون هو تعاونهم بالاضافة لامكانياتهم الفردية وفي النهاية القضاعة العملاقة او سعلة بالنهر ممكن يعلمنا درس في منتهى الاهمية وهي ان القوة الفردية مش كل حاجة احيانا ممكن يكون الفرد بيتمتع بمزايا ومهارات ملهاش حد لكن مجموعة تانية ما فيهاش ولا واحد بنص امكانياته ممكن يتفوق عليه بمنتهى السهولة بسبب اجتماعهم ومسندتهم لبعضهم البعض وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك اصابعه بس كده خلصنا مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجد عنس اعملولنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوهن في التعليقات سلام